هناك عديد التفاصيل الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة لكن دعني أنقل لك ما يوجد خلفي هنا هذا عندما نتحدد كثيرا عن عمق انشقاق الأرض لكن دعنا نكشف ذلك بالصورة في هذا المكان هنا في ولاية هطاي يتضح بالصور وهي صور حصرية لقناة الغد أن كيف يتم هذا العمق الذي تحدثنا عنه كثيرا هذا هو عمق الزلزال انظر ماذا فعل بالحجر وكيف انشق وكيف مر الخط الزلزال من هذه المناطق وما خلفه من ضمار وأحدث وديان جديدة وشق الأرض والحجر ونستطيع أن نلاحظ حجم الهوى وحجم العمق الذي صنعه في هذه الجبال إذن هنا يمكن الرؤية بالصورة وبالصوت وبالصورة الواقع الحقيقي الذي خلفه الزلزال من تدعيات على هذه المنطقة المنطقة هنا في هذا الاتجاه نرى أن الصخور قد قام بشقها مما يعني أن الزلزال ليس فقط هو هزة أرضية بسيطة يمكن التعامل معها أو حتى إن كانت قوية وإنما هو كذلك طيار يقوم بشق الأرض في جوفها نتحدث عن عمقها نتحدث عن صخور قوية وصلبة أصبح تماما هذا الزلزال كما تشاهد خلف رماد وبالتالي هذا يوضح ماذا يقع في العمق وتأثيره على سطح الأرض تأثيره على العمارات على الأبنية بالتالي تخيل لو كانت مدينة فوقها هذا العمق لنهارت بالكامل فاخترنا أن نبحث عن المناطق التي فيها انشقاقات وبالتالي هذه المنطقة بسبب هذه الشقوق وهذه الوديانة التي فتحها الزلزال الجديدة انفصلت المنطقة الغربية عن المنطقة الشرقية وبالتالي لم يعد الاستحالة قطع هذه الوديان من الصخور ومن كانت هنا غابات من الزيتون في المنطقة الآن أصبحت هذه المناطق الفلاحية مقسومة بسبب هذه الوديان التي فتحها الزلزال والأكيد أنها ستصبح أمر واقع بمعنى أنها ستصبح مع المستقبل مجرى للمياه وستصبح وديان وبالتالي هل الطبيعة تقوم بفتح هذه الطرقات بهذه الطريقة وتفتح يعني مصارات ومسالك لها بهذه الطريقة ما شاهدناه موضوع يعني مرعب أطنان من الحجارة أصبحت رماد وبالتالي هنا يوضح أن هذا الزلزال فيه جزء خفي تحت الأرض يمكن أن يكون قوي بشدة مثل لا أدري كيف يمكن الوصف لكن لا أعرف كيف يمكن شرح تدمير الحجر وجعله رمادا في عمق الأرض وبالتالي هذا الجانب الخفي والجانب الآخر هو الذي نحن نحس به وهو الهزات والاهتزازات كانت في شمندغ هزة قبل نصف ساعة ب3.7 هذه الهزات الارتدادية استمرت على طول اليوم منذ بداية الزلزال المدمر في 6 من فبراير ومنذ الهزة العرضية الليلة البارحة التي أرعبت الكثير وأدت إلى ضحايا 6 ضحايا وأكثر من 200 مصاب وكذلك عادت حالة من الخوف ومن الرعب هنا في ولاية هطاي خاصة تجاه المنظمات الإنسانية التي كانت تساعد وكذلك فرق الإنقاد تخوفا من عمارات كثيرة كانت آيلا لسقوط سقط الكثير منها كيف تعاملت الحكومة وأيضا الجهات الإغاثية مع هازتي أمس الفرق الإنقاد دائما والجيش التركي يواصلان عملهما بشكل مستمر ودعوب ولكن المسألة هنا لا تكمن في مسألة الحكومة تكمن في مسألة تأتي من عمق الأرض من شيء لا حيلة أمامه إلا أن الجانب الذي جاب فيه هو أن أغلب سكان ولايات هطاي قد تم إجلاؤهم من طرف السلطات التركية إلى ولايات أخرى وبالتالي من يعيش على المحيط الزلزالي هو خارج هذه الولايات ناهيكة عن منطقة مثلا أنطاكيا ومنطقة سمندغ كلهم مناطق خالية من السكان لكن للأسف بعض من تم إجلاؤهم عادوا لأخذ بعض أغراضهم من منازلهم وسقطت عليهم العمارات وبالتالي ستة وفيات وكذلك هناك أكثر من مئتي مصاب البعض منهم عضون تقريبا 18 شخص في حالة حرجة وبالتالي هذا يعطي منبه بأنه لا مجال للتعامل مع المناطق السكانية في مناطق الزلزالية أي كان الأمر وبالتالي هناك كذلك تخوف في المناطق حتى التي لم تسقط فيها منازل لا تزال هناك تخوفات من عودة الهزات الزلزالية أو الهزات الأرضية إلى تلك المناطق ترجمة نانسي قنق ترجمة نانسي قنق ترجمة نانسي قنق